أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة على أهمية الرسائل التي تم إطلاقها خلال افتتاح رئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة إعادة تجديد على خطورة القضية السكانية وعلى أثرها على تقويد جهود التنمية في مصر والعديد من بلدان العالم وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن حجم الجهود التي بذلت في ملفات التنمية بمختلف قطاعاتها خلال السنوات السابقة يعد غير مسبوق غير أن الزيادة السكانية تظل تفرض تأثيراتها وتداعياتها على موارد التنمية كما أعرب مدبولي عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنية إلى فلاحي ومزارعي مصر مع اقتراب ذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر مشيرا إلى أن الدولة تتطلع لهم دوما بعين الإعزاز تقديرا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد